تعد المدن الجديدة بمثابة استراتيجية قومية تهدف إلى إحداث التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن ودليلا قويا على جهود الدولة نحو توفير أعلى معايير العيش الكريم للمواطنين وتتميز المدن الجديدة بكونها من مدن الجيل الرابع متعدد الأنشطة التي تعمل على دفع عجلة الاستثمارات وتعزيز الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص أكثر لمشاركة القطاع الخاص مع إتاحة التنقل من خلال الربط مع المدن الأخرى المدن الجديدة في مصر تعد بمثابة استراتيجية قومية تهدف إلى إحداث التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن ودليلا قويا على جهود الدولة نحو توفير أعلى معايير العيش الكريم للمواطنين حيث تتميز جميعها بأنها من مدن الجيل الرابع متعدد الأنشطة التي تعمل على دفع عجلة الاستثمارات نحوها وتعزيز الأنشطة الاقتصادية لها كما توفر فرص أكثر لمشاركة القطاع الخاص مع إتاحة التنقل من خلال الربط مع المدن الأخرى وتعد مدينة دمياط الجديدة واحدة من أهم المدن الجديدة التي تأتي ضمن الخطة الشاملة التي نفزتها الدولة خلال السنوات الماضية لبناء سلاسين مدينة من مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية بشكل يتكامل مع رؤية مصر 2030 الهادفة للقضاء على العشوائيات وتقليل التداعيات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الناجمة عن التوسع الحضري المدن العمرانية الجديدة تميزت بمخططات عمرانية مرتبة ومنظمة تهدف إلى توحيد كل خدمة في نطاقها سكني منها سكني والصناعي في محله والتجاري في محله بما يخدم المواطن الذي يرغب في تنمية في حياة كريمة يتوافر فيها عناصر التنمية موقع دمياط الجديدة من أهم ما يميزه أنه يطل على ساحل البحر المتوسط شمال محافظة دمياط الحالية ويبعد حوالي 4.5 كم عن ميناء دمياط كما يمكن الوصول إلى المدينة بسهولة من خلال الطريق الدولي الساحلي طبعا أنا من الناس اللي كنت ساكن في دمياط الجديدة من بدايتها يعني من التسعينات القرن الماضي كانت لسه سحراء وبتنشأ جيدا فأنا كنت مستشرف أن هيبقى هنا المستقبل أنا من الناس اللي كان عندي بيت في دمياط القديمة باعته وكنت اشتريت شقق في دمياط الجديدة في دمياط الجديدة في مدن كثيرة جدا وفيه جاري إنشاء حوالي 14 مدينة جديدة في المحافظات وخصوصا في الصعيد في الظاهر الصحراوي بالنسبة للخدمات طبعا في الفكر الهندسي بيكون فيه تخطيط وحسابات للكتلة السكانية وبيتم توزيع الخدمات على أساس هذه الكتلة السكانية مدينة دمياط الجديدة تضم جميع الخدمات التي تجعل منها مدينة متكاملة لما تحتويه من جميع مقاومات الحياة ومن مناطق خدمية وتعليمية وترفيهية ما كنتش متخيل أصلا في شكل العمائر والكلام ده وتدومات الجديدة والكلام ده فلا بصراحة مدينة منظمة ومدينة جديدة وبص نتمنى المسكولاتيجينا ميزة الثانية برضو فيها جواها جواها كويس جدا لأنها رمي البحر شوارحها وسعة فيها جنين كتير مش حارة زي القاهرة وجواها معتدل بخلاف القاهرة مدينة دمياط الجديدة تشتمل أيضا على كل مقاومات الحياة والتعلم والترفيه لم يغفو المخاطط المدينة عن تخصيص مناطق صناعية بها إذ يبلغ حجم الاستثمارات خمسة وثلاثة من عشر مليار جنيها موزعة على قطاع الإسكان وقطاع الخدمات وقطاع المرافق وقطاع الزراعة فدمياط الجديدة تعد نموزجا حيا للمدينة الهادئة التي تمتلك أغلب سبل النجاح ومقاومات التفرد التي لا تخلو من عناصر التنظيم والتخطيط العمراني الفريد وامتلاك وسائل الجذب لكافة طوائف المجتمع